اهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذا الموعد الإخباري بداية استقبل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد ابونا سيدة أورشكا كلاكوتشار زوبانتيتش رئيسة الجمعية الوطنية لسلوفينيا حضر اللقاء رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام والأمين العام لوزارة شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لونناس مجرمان وعقب استقبالها من قبل رئيسي الجمهورية أكدت رئيسة الجمعية الوطنية لسلوفينيا أن الجزائر وسلوفينيا تتقاسمان علاقات ثنائية ممتازة ونفس أفكار الاحترام وروابط التضامن كان لي شرف كبير أن ألتقي اليوم بالسيد رئيس الجمهورية الذي أهنئه بانتخابه لعهدة ثانية تحدثنا عن قضايا عديدة وخاصة عن العلاقات الثنائية بين بلدين الجزائر وسلوفينيا حيث نتقاسم نفس الأفكار بما فيها من احترام وروابط للتضامن تاريخ بلدينا يعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية وأنا جد سعيدة بأن أرى بأن السلطات الجزائرية تقدر التاريخ المشترك بيننا والقيم التي بنيناها معا أصبح بين السلوفينيا والجزائر عمل نشط مشترك خاصة بعد اعتلائهما لمقعدين بمجلس الأمن فهما يكافحان من أجل نفس القيم حيث يدعمان بعضهما في تبني القرارات فالسلوفينيا مؤيدة للقرارات الجزائرية المقترحة والجزائر مؤيدة للقرارات سلوفينيا المقترحة رئيسة الجمعية الوطنية لسلوفينيا أكدت أن تكامل الثنائي بين الجزائر وسلوفينيا في المنابر الدولية جعلهما صوتا قويا للمظلومين من أجل احترام القانون الدولي أرى مقاومات كبيرة بين بلدينا في علاقتهما الثنائية والدولية علينا أن نبقى حازمين وأقوياء ونناظل من أجل احترام القانون الدولي سنكون الصوت المظلومين ومن لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وأقصد بذلك الأحداث الكارثية في الشرق الأوسط منذ ما يقارب السنة سلوفينيا من البلدان التي تعترف باستقرال وسيادة الدولة الفلسطينية نعتقد أن هذا كان ولا يزال الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به وسنعمل مع الجزائر سويا بشأن جميع المسائل المطروحة آملة أن لا تظل هذه المسائل عالقة لفترة طويلة لأنه ما يتوجب علينا أن نكون صوتا قويا من أجل السلام فالحرب في غزة مستمرة منذ أكثر من عام ونحصي الضحايا بعشرات الألاف والأمر المؤسف جدا للإنسانية هو قتل وإبادة الأطفال وهذا يعني إبادة وقتل مستقبلنا ندعو إلى إرساء السلم في غزة وأدعو نتنياهو أن يوقف حالا وفورا هذه الحرب فهناك الكثير من المعاناة ولا يمكن البقاء صامتين ونحن نشاهد هذا العدوان وسنواصل نضال من أجل السلام بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية بالأغلبية المطلقة تلقى اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد ابون مكالمة هاتفية من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة جدد له فيها باسمه وباسم شعب الكويت شقيق تهنيه الحارة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة جديدة القائدان تناولا سبل تقوية علقة الأخوة الممتازة بين الكويت والجزائر وتبدل بهذه المناسبة وجهات النظر حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة كما قبل سيد رئيس الجمهورية دعوة كريمة من أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لزيارة دولة الكويت الشقيقة شاكراً إياه على اهتمام الكويت بشؤون الأمة هنأ ملك مملكة هولندا ويلام أليكساندر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرة أخرى معبراً له عن تهانيه الصادقة وتمنياته بالنجاح في أداء مهامه خلال العهدة الرئاسية الثانية ملك هولندا أكد أن الجمهورية الجزائرية ومملكة هولندا تتشاركان تاريخاً طويلاً وأنه في غاية السعادة لتعاون الحاصل بينهما معلناً عن يقينه وقناعته بإمكانية توسيعه وتعميقه خلال الفترة القادمة كما بعث رئيس جمهورية كينيا سيد وليام ساموي روتو رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة وهو ما يمثل شهادة عميقة عن التفويض والثقة الهائلة من الشعب الجزائري كما جاء في الرسالة الرئيس الكيني أكد أيضاً لسيد رئيس الجمهورية تحمس بلاده لزيارة أو لزيادة توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين الجزائري والكيني متمنياً لسيد الرئيس كل توفيق والسداد لقيادة الجزائر خلال السنوات الخمس المقبلة كما هنأ رئيس جمهورية الكاميرون سيد بول بيا رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بعهدة جديدة متمنياً له كل توفيق في قيادته للجزائر وبهذه المناسبة عبر الرئيس الكاميروني عن أماله في العمل مع سيد رئيس الجمهورية للارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين من جانبه بعث رئيس جمهورية ملاوية سيد لازاروس مكرثي تشاك ويرا رسالة تهنئة إلى رئيسي الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إثر توليه عهدة ثانية لخمس سنوات وبالمناسبة أكد الرئيس الملاوي ليا سيد الرئيس أن الفوز في الانتخابات يعبر على ثقة شعب الجزائري في قدراتكم على توجيه أمور هذه الأمة العظيمة من جهته هنأ رئيس جمهورية مونتينيغر وسيد ياكوف ميلاتوفيتش رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حيث أكد رئيس مونتينيغرو لسيد رئيس الجمهورية بأن علاقة الصداقة والتعاون وكد الروابط التاريخية بين البلدين تشكل بلا شك أساسا متينا سنواصل بناء وتطوير علاقاتنا عليه وتعزيز تعاون الشامل مستقبلا بما يعود بالمنفعة المتبادلة على شعبنا بدوره رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سيد أبي أحمد علي بعث رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية حيث أعرب أبي أحمد علي لسيد الرئيس عن ثقته بأن العلاقات الودية القائمة بين البلدين ستستمر في التوطد بشكل أكبر متمنيا للرئيسي العافية ودوام السلم والازدهار للشعب الجزائري أجرى وزير وشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم بنيويورك محادثات ثنائية مع رئيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانك بهذه المناسبة أعرب عطاف عن احتزازه بتولي شخصية كاميرونية وإفريقية لرئاسة الجمعية العامة في دورتها الحالية مؤكدا دعم الجزائر التام له في الاطلاع بالمسؤوليات المنوطة به لأسيما تلك المتعلقة بتعزيز دور القارة الأفريقية في العمل الدولي متعدد الأطراف بشكل عام وبمنظمة الأمم المتحدة بشكل خاص كما تبادل الطرفان وجهة النظر بشأن أفاق مساهمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في تمكين القارة الأفريقية من تحقيق الأولويات التي سطرتها للمرحلة المقبلة على غرار إصلاح مجلس الأمني الأممي وإعادة هيكلة المؤسسات المالية والنقدية والمصرفية الدولية وحشد التمويل الدولية الكفيل بتجسيد أهداف تنمية والتكامل والاندماج على النحو المحدد في الأجندة الأفريقية 2063 في التعاون التاقوي استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم وزير البترول لجمهورية النيجر صحابي عمارو حيث تطرق طرفان خلال هذا اللقاء إلى مدى تقدم المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء اللقاء سمح أيضا بالوقوف عند تقدم مشروع البحث والاستكشاف لمجمع سوناتراك شمال النيجر بالإضافة إلى سبل دعم التعاون في مجال التكرير والبيترو كيمياء وكل المجالات التعاونية في هذا الإطار شرف كبير لنا أن نتواجد في الجزائر وهي فرصة مهمة لتطرق لمختلف سبل التعاون بين الجزائر والنيجر خاصة في مجالات التكرير والبيترو كيميويات ونحن نسعى لتطوير هذه الصناعات والاستفادة من الخبرة الجزائرية في هذا المجال باعتبار الجزائر سباقة ورائدة في مجال الطاقة والمحلوقات مشروع كافرة كما تعلمون هو من اكتشافات سوناتراك المهمة في المنطقة والحمد لله الآن يعطي نتيجة جيدة ومرنا للمرحلة الثانية بالنسبة لهذا المشروع هي مشروع الاستغلال الآن تكملة الاستكشاف لتطوير الاستغلال واتفقنا على جدول زمن محدد لمباشرة هذا الحقل والمضيبه بوتيرة متسارعة بهدف اثراء المدونة الوطنية لتخصصات تكوين وتعليم المهنيين تم اليوم بالعاصمة توقيع على اتفاقية بين وزارة التكوين وتعليم المهنيين والمديرية العامة للجمارك قصد إدراج تخصصات ومهن جديدة لها علاقة بقطاع الجمارك والمساهمة في تطوير كفاءات المكوينين والمؤطرين مراسم التوقيع جرت بإشراف وزارة التكوين وتعليم المهنيين ياسين ميرابي والمدير العام للجمارك عبدالحفيظ بخوش نهدف من خلال إبرام هذه الاتفاقية إطار إلى تحديد مجالات التعاون المشترك بين الجانبين والتي يمكن التذكير ببعضها على سبيل المثال للحصر والمتمثلة فيما يلي إثراء المدونة الوطنية للتخصصات التكوين والتعليم المهنيين من خلال إدراج تخصصات ومهن جديدة ذات العلاقة بمهام المديرية العامة لجمارك إن هذه الاتفاقية تشكل خطوة هامة على دربة عزيز التعاون المشترك في مجال التكوين حيث أنها ليست مجرد وثيقة رسمية بل هي تأكيد على التزامنا المشترك بالاستثمار في الكفاءات البشرية ورفع مجتوى المعرفة والمهارات بما يعزز مسيرة التنمية الفردية للعون العمون في آخر المستجدات بالأراضي الفلسطينية المحتلة تواصل آلة الضمار السهيونية عدوانها الهمجي على غزة لليوم التاسع والخمسين بعد الثلاثمائة بارتقاء المزيد من شهداء إثر قصف طيران الاحتلال فجر اليوم مناطق في القطاع كما استشهد فلسطيني آخر في غرة استهدفت منزلا في مخيم جباليا وفي الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال حملات الاقتحام والاعتقال حيث اعتقلت القوات السهيونية أربعين مواطنا خلال اقتحامها مخيم بلاطا بنابولس وفي لبنان واصل الطيران الحربي الصهيوني غاراته الجوية المكثفة على بيروت وقرى وبلدات جنوبي لبنان ففي مدينة صور نفذ الاحتلال غارة بين بلدتي عنكون وكفر حتى وسط أنباء عن وجود إصابات فيما شنت طائرة الحربية غارة على مطيقة الطيونة الشياح ببيروت تزامنا مع تحليق طيران الاحتلال على ارتفاع منخفض في سماء الضحية الجنوبية للعاصمة هذا وأعلن مسؤول حكومي لبناني عن نزوح حوالي مليوني مواطن جراء العدوان الصهيوني المستمر على لبنان منذ أسبوع والذي أصفر عن استشهاد وإصابة المئات ختم هذا الموعد نلتقي على رسيسة اشتركوا في القناة